السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة طبعا عن القرارات العظيمة بتاعة حكومة السيد مصطفى مدبولي النولي كوى النولي. النهاردة مصطفى مدبولي هو السيسي قعدوا كده مع بعض فقال لك بقى نبدأ ايه? هنسرح المصريين. لكن مش التسريح اللي هو في بالك اللي هو احنا هنعتقهم لوجه لا لا. هم بدأوا يفكروا تفكير تاني تفكير كرياتيف. اللي هو ازاي يستغل للمصريين? طبعا هم دلوقتي زي ما قلنا بدأوا يضغيروا على المصريين اللي في الخارج. بما ان ما بقاش فيه حد في الداخل معه فلوس. فدلوقتي بدأوا يبصوا للسبوبة بتاعة المصريين اللي في الخارج. وازاي يقدروا يأخذ منهم اكبر قدر من الفلوس وتحديدا العملة الصعبة. لان هي ازمة مصر دلوقتي ازمة عملة صعبة. ومين طبعا اللي يقدر يوفل ده وبسهولة? اللي هم العاملين اللي بالخارج. ده اه بالنسبة للفكر اللي هو الايه? العادي. طب الفكر الكرياتيف بقى ان مصطفى مدبولي نهاردة اقول لك ا هنحاول آآ نطور آآ من المورد البشر بتاعنا او المواطن المصري علشان خاطر نصدره نطلعه برا كعمالة. ويبدأ يجيب لنا عملة صعبة. الحاجات دي بتحصل فين? احنا بنشوفها فين? او انتوا زي الجامعة الخلاجة تحديدا. اما الجامعة ياما الفلبنين. ياما البنجال اللي هم بانجلاديش. دول طبعا بيبقوا معروفين راحين كده عمالة سوق سوق واسع من العمالة. ومعروف طبعا بيروحوا يشتغلوا طبعا مع كامل احترامنا ليهم آآ والف احترامنا حتى للمهن اللي هم بيمتهنوها. بس انا عايز اقول لك ان الفكر الكريتب بتاع مصطفى مدبول وحكمة والسيسي. وازاي استغل الناس ان هو دلوقتي بقى آآ هيطلع افواج من العمالة المصرية. العمالة المصرية بالمناسبة هي موجودة في آآ في في العالم كله. موجودة في الخليج من زمان يعني. مش عايزين نقول ان العمالة المصرية آآ هي اللي عمرت اصلا الخليج. هي اللي وجدت حاجة اسمها الخليج. دول الخليج تحديدا اللي بناها وعمرها هم آآ المصريين. ب قرمته ولو مكانته. آآ ولو كبرياء ومعروف مكانة المصر ايه غير اي حد تاني. انما اللي السيسي عايز يعمله دلوقتي في المصرين له هيوردهم كده كما ايه تورد الابل. اللي هو قطيع كده انت عايز عمالة عايز الناس تشتغل عندك ايه باشي. عندنا سوائين عندنا زبالين عندنا كنسين عندنا 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 عندنا. المهم الناس تروح وتجيب عملة صعبة. هو ده هدف الحكومة مش ايه حاجة تاني. فربنا استروع علينا وعا البلد ورمضان يجي من غير السيسي. سليمو جوكو في ديو ديو.